يعني كده الكل يقدر قيمة الجمهور ودور الجمهور كابت الخطيب شفته قد ايه مدين بالفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى للجمهور لأنه جمهور الاهلي كمان مع النجم محمود الخطيب دي حدوتة كبيرة قوي لما كمان على الصعيد البزنس لما يكون الأستاذ أيمن إسماعيل رئيس شركة الاهلي للمنشآت الرياضية عنده هذا التحديد لهذا الهدف كسر من أسرار تفوق الاهلي وده اللي قاله في كلمته نفكركم بيه كان لازم وإحنا بنفكر نقول مين السنتر مين اللي حيبقى نقطة تركيزنا الرئيسية وإحنا بنعمل الحلم ده حقيقة نقطة تركيزنا الرئيسية هي جمهور النادي الاهلي وده حاجة أنا تعلمتها من كابتن محمود ومن مجلس إدارة النادي الاهلي الحقيقة لكل ما بيبقى فيه أي انتراكشن أنا بحس بقد إيه جمهور النادي الاهلي هو المحرك الرئيسي ليهم جمهور النادي الاهلي ما يستحقش أستاذ عادي جمهور النادي الاهلي يستحق أكتر بين كده بكتير ويمكن عشان كده أول ما بدنا نشتغل على الحلم ده الأرض دي كانت نادي وأستاذ وده كان حقيقة أول تحدي لنا أن إحنا إزاي حنغير بدل ما يبقى النادي والاستاذ بس أنه يتحول إلى نادي ومدينة رياضية فيها استاذ ولو حنتكلم على الاستاذ فالحقيقة إحنا مش بنتكلم على مبنى الاستاذ لأنه مبنى الاستاذ ده في ناس كتير قوي تقدر تعمل مباني حلوة بس جمهور الاهلي مش عايز مبنى بس إحنا بنبص على أنه المعايشة بتاعت أني أروح مطش للنادي الاهلي لازم تختلف جمهور النادي الاهلي يستحق أنه يعيش في تجربة مع كل وجوده وراء النادي الاهلي تبقى تجربة ممتعة وإيجابية من أول دخوله وخرجه إحنا بنتكلم على أنه إزاي نملى الاستاذ ويفضف أقل من ساعة مش حد محتاج يروح خمس ساعات قبل المتش لازم التجربة تبقى إيجابية لازم وهو موجود جوه الاستاذ يبقى قاعد مستمتع مستمتع بالمتش ومستمتع فيما بين الاستراحة في المتش ومستمتع في جوه الملعب وبرا الملعب ده اللي احنا بنحلم به وتقول إحنا إن شاء الله سنحققه بمساندة الجميع مش بس كده احنا بنتكلم على محب الأهلي الاستاذ مش لازم يبقى يوم المتش بس فيه كتير قوي من الأهلوية عايزين يبقوا وراء فرقة الأهل ويبقوا متواصلين مع اللعب وقت التدريب لازم ده أو التجربة اللي احنا حنعملها أروا استاذ اللي احنا حنعمله يكون بيسمح لهم بكده عشان الجمهور اللي هو سر نجاح الأهلي وعلى فكرة فيه سر تاني لكن الجمهور اللي هو سر نجاح الأهلي لازم يتواصل مع اللعيبة بشكل أقوى وأحسن عشان نستفيد من القوة دي وأنا عارف أنه اللاعب رياضة عارف يعني إيه الجمهور يبقى وراه فرق جامد قوي فكل ده احنا خدناه في اعتبارنا وإحنا بنتكلم مع المصممين اللي هيصممه الاستاذ واتحطت قواعد رئيسية لشكل الاستاذ وتصميماته شوف المؤسسة أيمان إسماعيل رئيس شركة الأهلي إنشاءات رجل يستحقنا تقف أمامه بس مش دلوقتي لأننا طموحي ناديبه ويقابل الناس معنا ويحكي لنا مزيد من التفاصيل إيه اللي تحط الناس وتستقر بقى وتفهم معنا الخطوة اللي إحنا عليها وتطمئن للقادم لكن أشار على نقطتين مهمين جدا أشار بشكل موضوعي بشكل المهندسين بقى يعني إيه من أجل الجمهور إيه جمهور جمهور إيه جمهور إيه جمهور إذا نعمل أستاذ ما يعذبش الناس دخوله وخروج وما يضطراش النتيجة قبلها بسبع تامل ساعات ولا خمس ست ساعات يخشه في قدق ويتفرق خلال ساعة ده عمل هندسي بحت ولها علاقة بكل البنية المحيطة وتأثيرها على ما على محيطها فدي نقطة مهمة جدا هنحتاج نستوضحها منه طيب وكمان يعني إيه يروح عشان يستمتع هو أسرته أنا أشارت حيلاقي أنشطة متنوعة اللي منها الثقافي واللي منها التجاري واللي منها الترفيه لحد ما ييجي معادل يبقى مضي يوم فسحة ويخش الملعب يستمتع حتى وهو خارج الأستاذ ممكن يستمتع ويتفرج على الماتش يسيبها بقى لما يقابلنا يحكي لنا إزاي اي هو قال سر تاني حقوله لكو بعدين أنا حقوله لكو دلوقتي اللي هو قاله لأن هي دي واحدة من أهم وأشار إليها الكابتن برضه من أهم الحاجات اللي قدت إلى أن يرى هذا المشروع النور إزاي دستور الأهلي ونظامه الأساسي حمى النادي الأهلي وضع المعايير التي تجعل الحوكمة في يد النادي الأهلي على أي عمل كبير إنشائي أو تجاري يعمله ولو تذكر معركتنا هنا كانت النظام الأساسي أن الليحة اللي كان محطوطة وكادت أن تمر لو لا التنبيه المتكرر تذكر لأن دي ما فيهاش نسبة الحاكمة للنادي الأهلي تقدر تبيع الكورة من غير نسبة حاكمة وبيدور رجوع الجمعية العمومية ولذلك الحرص الرائع للمستشار محمود فاهم إنه يجي ولو على كرسي متحرك وده اللي بيقوله كابت خطيب كلنا والمجهود الذي بزله مع المستشار أسامة أنديل ورفاقي والحوار المجتمعي الذي أصفر على نظام أساسي يجعل قبضة الجمعية العمومية هذه المسيطرة فتمكنت من إنشاء الشركات دي بما فيها على أساس تشريع قوي تشريع قوي دايما بيضمن مهما حتى لو رحت للبورصة أو اللي بيعت حصص لكن النسبة الحاكمة طبقة للجمعية العمومية على نادي الأهلي نقطة مهمة في غاية الأهمية فانت بادي انت البنية التشريعية ده اللي أنا بقوله الناس تقول لك وانت فين الباقي ده نجري فيه لكن البنية التشريعية أستاذ إبراهيم البنية المالية الإجرائية ترخيص وغير ترخيص وارتفاعات وغير تفاعات هي دي اللي فيها كل المجهود زي نادي الأهلي مثلا في الشيخ زايد أطمدينة ناصر عملية التحضير دي خدت السنين عملية الإنشاءات خدت وقت أقل بيه كثير لأن التنفيذ إذا اتبنى على أساس تشريعي ومالي وقانوني سليم اجري ابني اجري تقدر تجي تقدر تحط تواريخ للتنفيذ الكلمة في مكانها وحتبني عليها الراجل اللي ما ما فيش حاجة صعبة عليه السيد محمد كامل وهو هنا فكره هتجده مختلف مش هندسم ليش دعبة ده الراجل بتاع بيجيب الناس والتسويق والتمويل والكلام ده تايب 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 تايب